الله أهو الله الله أهو الله ولا يحب أحدنا أن يقبض على ما لا يحب الله جل وعلا إذن يا غالي قبل بدايتي أصلح ما بينك وبين الله جل وعلا أصلحي يا غالي ما بينك وبين الله تبارك وتعالى قبل أن تقول نفسها حسرة على ما فردت في جنب الله وقفة أقفها أنا وإياكم لعل قلبي وقلبك أيها الغالي أن يحن إلى مولاه ويشتاق لعل نفسي ونفسك بعد إعراض وطول غياب عن المولى جل وعلا أن تستغفر وتتوب وتعود أصلح ما بينك يا غالي وما بين الله يصلح ما بينك وبين العباد يا غالي الله جل وعلا يقول فما أصبرهم على النار ألست تخاف من نار الله فلماذا تأخرت ألست تخاف من نار الله جل وعلا فلماذا وقعت في شراده من الهوى ألست تخاف من نار الله جل وعلا فلماذا أما وعظك الواعظ أما ذكرك المذكر أما رأيت أمواتا أما معينيك أما حفرت قبورا أما ودعت أحبابا أما دمعت عيناك شوقا إلى الله جل وعلا وأعلم أن العبد متى ما اشتاق إلى الله اشتاق الله له ومتى ما استغنى عن الله جل وعلا استغنى الله عنه لكن المصيبة في الغفلة المصيبة في الغفلة عن الله جل وعلا وإن هم أين هم وهم لا زال ما يتوبون ولا يستغفرون وللحرام ينظرون وللأغاني يسمعون وبعباءات النساء المخصرة من النساء يمشون أين ستر أين الحياة أين الإيمان أين الخوف من رب الأرض والسماوات يا ويلك من الله إن لم تتوب إن لم ترجع إلى الله الآن يا ويلك إن لم تكن من الذين طلبتهم جنة الله جل وعلا وأبيت إلا عذابه نسيت بل تعظمت والله عز وجل سيسألك فإن كنت من الصالحين فقد كتب الله توحيدك وإيمانك وصدقاتك وإحسانك وبرك بوالديك وصدرك لأجل الله وطاعتك وصلاتك ودعاءك ودعاءك وقيام الليل وحبك في الله ولأجل الله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر عمرتك حجك صيامك استغفارك ذلتك وخضوعك بين يدي الله جل وعلا يا الله كل شيء أحصره الله جل وعلا في إمام مبين فيا أحبتي يا أحبتي هلما للتوبة إلى الله جل وعلا هلما للأوبة إلى الله تبارك وتعالى هلما نسأل الله جل وعلا رحمته ومغفرته وهداه قبل أن تقول نفسه يا حسرته على ما فردت في جنب الله وهناك يا غالي ليس لك مجال إلا توبة وإنابة في هذه الدنيا وأما هناك فلا رجعة ولا توبة ولا استغفار ولا ندم لن ينفعك هذا أبدا إلا إذا كان بصدق عمل اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل الجنة اشتركوا في القناة